إلى الميدان الرياضي حيث نظم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي الجولة الأولى من بطولة الشارقة للسباحة على شاطئ الحمرية بالشارقة وتنظم هذه البطولة لأول مرة باسم إمارة الشارقة ضمن نشاطات وبرامج نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية من منطلق أهدافه في نشر وتطوير الألعاب المائية وضمن استراتيجية مجلس الشارقة الرياضي لتطوير كافة الألعاب المختلفة وشارك في منافسات الجولة الأولى ثمانون متسابقا من الرجال والنساء والشباب والناشئين حيث تضم البطولة خمس جولات انطلاقا من الحمرية مرورا بخفكان وكلباء وادب الحصن